عند الحياة نومك يولي عبدالله ويزا مالك؟ لا هي لسه الصفقة زي ما هي كريم رايحة جاية شوية زي مالك عن طريق اللعب فقط الأهلي مع مودرن فيوتشر زي ما أبو علي قال اللي كان موقف الموضوع من مودرن فيوتشر هي قصة اللعيبة المعلومة اللي عندي فأن مودرن فيوتشر خفض مدة الإعارة اللي كان طالبها في اللعيبة اللي هاخدها من نادي الأهلي كان طالب إن اللعيبة تيجي سنتين فمودرن فيوتشر قال للمدة الأعارة دي لسنة ونص لكن النادي الأهلي بيحاول أنه يخلص الموضوع مودرن فيوتشر على حسب الكلام اللي تقلل أن الموضوع المفروض يخلص خلال كم يوم الجايين دول قبل ما عمر يسافر مع منتخب مصر لكاس الأمم سؤالين مكتبطين ببعض مات يرفع الزمالك إيقاف القيد ومين الأسماء الأجانب تحديداً للزمالك بيفكر فيهم في يناير لو تم رفع إيقاف القيد طيب بص موضوع رفع إيقاف القيد من أول يوم احنا بنتكلم أن الزمالك بيتحرك فيه حتى في الوقت اللي ناس كتير قد تطلع تقول من زمالك مش يفكر قيد كنت بقولك إيه؟ الناشة غالة في النادي القصة كريم أنه هم كل ما بيحاول أنه حل قضية بيطلع لي قضية تانية هم بدأوا خدوا الهرم من تحت كده خليني إيه يعني أخذ القضايا بالتدريج كده أو العقود الأوليلة أو الغرامات الأوليلة فاشتغل على ده غرامة نضاي غرامة سامسون فيه كمان شرط جزائي في قصة تأخير القصة بتاع بادي كراكوس الفينزويلي 30 ألف دولار فبيحاولوا يخلصوا ليه الأرقام الأوليلة على 10 ألف دولار ليه عشان أحاول أن أنا أخلص القضية دي لأن كل قضية أنت لازم تبعت للفيفا تقول لأنا خلصت القضية هي وتمام فارفع لي في القصة دي يعني رفع لي القصة في القصة دي فشغلين على الملف ده كنت قلت لك في الحلقة اللي فاتت أن الديل اللي هيتعمل مع سبورت انجليش بون أن يوصل ليه حوالي مليون دولار يتدفعوا والقصة الثانية يتدفع بعد 6 شهور ده اللي هم شغلين عليه لكن منتظرين الرد من نادي سبورت انجليش بون لكن شغلين عليه كريم لأن المبالغ كبيرة جدا أنت بتتكلم الرقم اللي الزمالك محتاجه فعليا بالورقة والقلم كده عشان يرفع إقاف القيد توتل 2 مليون 47 ألف دولار المصري يعملوا كتير يعملوا كتير وبالمصري يعني عشان توفر الرقم عشان توفر كمان وهم كمان الإدارة حاسب حاجة أنهم عايزين بدل ما أدفع المبلغ ده كله وحاول مثلا أدفع نصه عشان أن أنا أتحرك في المدرب أجنبي أتحرك في صفقات فبيشوفوا أقل مبلغ أقدر أدفعه عشان أحاول أوفر مين دعيب أجانب في السورة أسماء لحد دلوقتي على الترابيزة مفيش لكن مراكز أقدر أقول لك مهاجم أفريج تركيز الزمالك في ضم مهاجم أفريج نارده كان خرج كلامه كريم وكان خرج قبل كده أن الزمالك بيتكلم مع هولو اللعيب بتاع نادي الرجاء إلا فاسح عالي ده مش مظبوط تماما مش في حسابات الزمالك اتعرض زي مليون لعيب اتعرض على ضرورة نادي الزمالك زي مليون مدرب اتعرض على نادي الزمالك لكن الزمالك تفكيره الوحيد في قصة التدعيم هي مهاجم أفريجي خاصة أن الزمالك كمان عايز يخرج سامسون ونضاي لأن نضاي عقده كريم مليون دولار فانت رقم كبير جدا أن أنت بتدفع كل سنة لنضاي مليون دولار رقم ضخم بتكلم في 50 مليون جنيه فرقم هم بيحاولوا تخلصوا من سامسون ويتخلصوا من نضاي لكن التفكير أن أنا أجيب مهاجم أفريجي لو قدرت أن أنا أطلع سامسون ونضاي يبقى أجيب لعيبة تانية في مراكز تانية لأن محتمل أن نضاي يطلع للبنك الأهلي ده معلومة جديدة في مفاوضات ما بين الزمالك وما بين نادي البنك الأهلي على إبراهيم النظام لكن مشكلة نادي البنك الأهلي أنها عقدة بالضبط فبيحاولوا وكمان هيدفع للزمالك مبلغ شراء 200 ألف دولار واللعيب نفسه رافض لأن فيه جاب كبير ما بين مرتبه في الزمالك وأي رقم هيدفع في نادي البنك الأهلي فلسه الديل بيحاولوا يتمموه لو تم وخرج هيفضي مكان فالزمالك يبدأ يفكر لكن المكان الوحيد اللي فاضي مهاجم أفريجي هو كولر مقتنع بمودست وشايفه لعيب كويس لكن مش محظوظ حسب وجيت نظره أنه جه وتصاب وبعد كده كان هيشركه في كاس العالم فاتطرد فلحد الوقت الراجل كلامه مع دارة الكورة في النادي الأهلي أنه لو مفيش مهاجم قوي أو حد يعني تقدر يتوفره لي بإمكانيات معينة مودست مكمل معي لو في حد بإمكانيات قوية أو حد بموصفات اللعيب اللي هو برضو اللي بنتكلم عليه تسع ويكون مهاجم محطة وإمكانياته كويسة أنا ما عنديش مشكلة لكن الأقرب لحد دلوقتي خاصة بعد الهدف اللي أحرزه مودست في مبارات السوبر أمام فيوتشر أنه مودست يكمل مع النادي الأهلي لو زي ما قلت لك يعني ما جابوش لعيب بإمكانيات اللي طالبها مرسيل كولر ويمكن دلوقتي ابتدى كلام يحصل على سوزة اللي بقى فريد دلوقتي مع فريده اللعب ببرازيلي وجالي كلام إنه زمالك برضو مهتم باللاعب خاصة إنه فريئة ولعيب إمكانياته جالي كلام إنه زمالك مهتم باللاعب بأفري ويتعرف خلاص في السوق المصري والناس تتكلم عنه إنه هو اللعيب كويس والأهلي كان عنده رغبة في ضمه فلو الأهلي قدر يقنع مرسيل كولر بيه ممكن مودست ما يكملش وكان الغرب لحد دلوقتي وأنا بكلمك وحسب كلام الراجل إنه مودست يكمل مع الفريده الراجل طلب يمكن تدعيم الجبهة اليسرى بحد من اللعيبة المصريين وقال لو حصل وجبنا حد في الجبهة اليسرى ممكن نخرج خالد عبد الفتاح على سبيل الأعرق أو البيع ما عنديش مشكلة لأنه بيسن مع كريمي ديبيس وعلي معلول طلب حد في مركز السر دباك يمكن الغرب لحد دلوقتي أو ممكن اللي ظهر شوية في الصورة محمد شوكري خاصة بعد تجديد أو محمد حمدي إمبي لكن بعد تجديد فتوح وتجديد محمد حمدي بيراميدز الدنيا تحصلت كلها يمكن في محمد شوكري ومحمد حمدي إمبي وما تعرفش المهمة الشهزين الراجل طلب برضو مع وسام أبو علي وكهرباء مودست ضرورة التعاقد مع مهاجم مصري والكلام هنا رايح بين أفا لعب إمبي ومروان حمدي لعب المصر فلحد دلوقتي برضو الموضوع ما تحسن شوي المفروض أن خلال الفترة الجاية الراجل طلق قواعد بإنهاء صفقة من الاتنين يبقى موجود فيه النهر أهلي وعلى فكرة مقتنع جدا بإمكانيات أفا وشايفهم هاجم كويس وطلب إدارة الأهلي ضرورة التعاقد معه أو لو ما حصلش بسبب إمبي ومغالاتهم المالية وكلام ده يبقى التعاقد مع مروان حمدي اللي حسب معلومات المصر لسه عرضوا للبيع ما عرضوا للبيع فهم الوقت فيه قرار النهائي بالظبط مش عاستو على سألت أكثر من حد في المصر قال لي قرار النهائي يعني ما فيش راجع مثلا موقف فتوح في الزمالك إنه ممكن يعتذر فاتق يرجع لأ هم موقعين قرار النهائي يعني في قصة مران حمدي بالظبط